النهاردة انا جايلكم عشان هقول على رأيي بصراحة في الوصفة اللي حنعملها النهاردة اي وصفة انا بعملها على القناة لازم اكون مقتنعة بيها وامجرباها مرة واثنين وتلاتة عشان لما قدم اي معلومة او تفصيلة يكون عند مصداقية في قلب الوصفة لاني مش مقتنعة اني لانشون الفراخ واللحمة تتعمل في البيت عشان كده مش بعملها على القناة وكمان بعد التجربة اللي حنشوفها النهاردة كانت بصراحة صدمة كبيرة بالنسبالي ندخل على الوصفة على طول ونشوف الطريقة بكل التفاصيل وبنفس خطوات الشيف اللي اخدت منه الوصفة سموا الله وصلوا على الرسول واهم حاجة خليكم معايا للاخر لاني مش مسؤولة بعد كده عن اي حد جرب الوصفة دي هنجيب طبق كبير ونحط فيه كباية من المياه ومياه دي من الحنفية مفيش اي مشكلة بالنسبة للتوابل اللحمة وتوابل الفراخ اللي اتنين زي بعض مع اختلاف بسيط ما بينهم معلقتين صغيرين من البابريكا معلقة صغيرة من بهرات اللحمة معلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الحبهان ومعلقة صغيرة من الجنزبيل نحط التوابل دي كلها في قلب المية ونديها تقليبة لحد التوابل كلها ما تضوف في قلب المية بعد كده هتجيب الغيف عيش اللي هو العيش البلدي اللي بيتباع في الأفرار اللي هو العيش اللي بالردة نقطعه الحتة صغيرة كده ونحطه في قلب المية ونضغط عليه بالمعلقة ونركنه على جنبه ونسيبه لمدة عشر دقايه لحد العيش ما يتشرب كل المية ويبوش معنا العيش بقى زي العجينة وبهرسه كده بالمعلقة واركنه على الجنب هنجيب طبق تاني وحط فيه مكعبات من التلج عندي طبعا القلب ده وأي قلب متوفر عندك هتعملي مكعبات تلج صغيرة تمام لحد كده كمية اللحم اللي هتستخدميها 350 جرام يعني ربع كيلو وزيادة شوي نجيب الكبة بقى بتاعتنا ونحط العيش بتاعنا اللي باش كده وبقى زي العجينة نحط عليه معلقة صغيرة من الباكنج بودر اللي هي خميرة الحلويات وربع معلقة صغيرة من الملح وعليهم مكعبات التلج ونديهم ضربة حلوة كده لحد كل المكونات ما تندمج مع بعضها بالشكل ده ويكون شكلها سايل زي ما انتو شايفين نجيب بقى 350 جرام من اللحمة ونحطهم عليه ونبتيجي بقى نفرهم اللحمة كويس جدا لحد ما تدوب حلوة وتكون زي العجينة النعمة هاتي ربع كوباية من الزيت وزنهم 50 ميلي وزوديها على اللحمة وانت بتخلطيها سرسوب سرسوب لحد ما تتكون معاك عجينة طرية وحنشوفها دلوقتي وده بيكون قوامها بعد اللحمة مطفرمت ومبقاش ليها اي قصر في الوقتي ده هتجيبي كيس حراري او الليستريتش اللي بنغلف بيه الاكل هنفرده على الرخامة بالشكل ده وحنحط جزء من اللحمة او اللانشون زي ما بتقولو نجيها الاول مسحة كده بالزيت وبعد كده هنغلفها كويس جدا واهم حاجة ما يكونش فيه فك عاطة هو في قلب الكيس لحد كده ماشيين واحدة واحدة زي الشيف ما قالت يعني لا زودنا حاجة ولا قللنا حاجة لازم تلفيه كويس جدا جدا انا حلفه مرة بالطول ومرة بالعرض الكمية دي عملت معايا واحدتين من اللانشون اللحمة بعد كده هتجيبي الورق الفويل ونلفه كويس جدا جدا انا في الوقت ده حطيت حلة فيها مية على النار لحد ما تغلي المية اول ما غلت معايا حطيت فيها اللانشون وبعد كده هديت النار وغطيت الحلة وستها لمدة ساعة واحدة بس بعد كده خرقته زي ما انتو شايفين نحطه في التلاجة زي ما هو بس بعد ما يبرد لتاني يوم هبت بس اوريكو ان انا عملت كمان لانشون الفراغ بس عملته في كوبايات ونفس خطوات اللحمة هي نفس خطوات الفراغ بالزبع مع اختلاف بسيط بس في التوابل المقطع وانا بفكه من الورق الفويل بصراحة اتقطع معايا بس انا كنت حطيته في علب ودي النتيجة بتاعة اللانشون ده يا جماعة اسمه لانشون اللانشون ما بتعملش في البيت لازم يتعمل في المصانع لان في مواد معينة لازم تتحطي بنسب معينة وده الي قاله ، محمد حمد انا سمعت لي فيديو ان لانشون ما بتعملش في البيت وكان عمل تجربه على لانشون بجيلاتين طلع الشكل لانشون لكن الطعم والملمز مش لانشون فلاشا وهو قال لانشون ما بتعملش في البيت لكن التواريخ الذي كنا بتعمله على السوشي غيميديا قال به اسمه تونر او او حاجه غير به انا مش فكرة الاسم انا واخب انا optimumه على القناة ومع احترامي للشيف اللي عملت الوصفة يارب ما تزعل مني بس انا قلت على النتيجة اللي طلعت معايا انا عملت مرتين وخسرت بصراحة فريق ولحمة والنتيجة طلعت بنفس الشاك طب يا بسبوسة عملت ايه انا بصراحة خدتهم على النار مع بصلايا كده وبدأت ان انا اشوحهم مع بعض كده وقلت احشيهم في اي معجنات اتمنى يا جماعة ما تزعلش مني على صراحتي انا جربت مرتين ودي النتيجة عشان كده حبيت ان انا اشارككم النتيجة معايا عشان محدش يجربوا في البيت ويخسر فريق ولحمة